في كل فقرة لكن بنتقل الآن لفقرتنا الرابعة والأخيرة اسم و نصيب اسم و نصيب مع وليد باصالح في البرواز اربح ضيفك مع وليد باصالح اربح ضيفك يعني معنات الموضوع فيه ربح تربح ضيفك فربح و خسارة أنا بقول سؤالنا الأول شي ربحته من علاقاتك بزمناءك في قناة الميديا وليد وش ربحت منهم ربحت مجموعة من الناس اللي تنصح وهي صادقة يعني يجيك يعطيك النصيحة وانت عارف انه من قلب أبيض ما تشك انه مثلا لا هو جايها يحبطك او يهبط من معنوياتك لا دام جاك ينصحك فانه يحبك والحمد لله نحن مترابطين ونحب بعض يعني ما أمره في يوم من الأيام الحمد لله ما أمره في يوم من الأيام رفعت التليفون على عبدالله حبيب واتكلمت معاه عشان أنا مثلا ما أحب عبدالله ولا شيء لا نحن كلنا نحب بعض فحلو الناصرين دولا حاجة جميلة جدا حتى لو كانت بحدة بعض لأن مرة هاني هزأني تهزي تليفون أنا قفلت التليفون قعدت مبلم لكني عارف انه يحبني عشان كده جبلتها فأنت ربحت حب الشباب ونصعهم ما في شك قولا واحدا طيب ربح يا وليد كنت تسعى له وما زلت تسعى لم يتحقق إلى الآن في البرامج يعني في الحياتك الشخصية طبعا هذا المحورة والجزء الرابع هذا في حياة وليد الشخصية في حياتي أنا؟ نعم في حياة صفحة عامة أنا في مكان أريد أن أشتغل فيه حتى لما أعرفت كيف مكان تشتغل فيه عادي تصرح لا أبغى أوصل للمكان هذا طيب هو مكان إيمانا مني أيها أني أنا أقدر أوصل للمكان هذا ولو روحت هناك حثبت أني أنا جدير بالمكان هذا مكان إعلامي؟ نعم إداري أم لا مقدم تكون فيه أم لا؟ مقدم مقدم طعم جميل تقدر تفصحنا مرة ثانية على المكان هذا؟ شوف يمكن فيه فكرة في بالي أيها؟